ويستجاب لها إما كليا أو جزئيا ولكن بعيدا عن لغة العنف والانتقام النقابة لها دور رابعة العال النقابة لها دور لأن النقابة أصلا سميت نقابة في وظيفتها الأساسية هي خدمة شغيلة وحماية شغيلة وصوم شغيلة والدفاع عن حقوقها علما أن هذه الحقوق هي حقوق مستحقة وهي حقوق وقعت عليها النقابة هذا اللي يحتجع له أجراءة الـ 26 أبريل 2011 رأى النقابات اللي وقعت عليها وهي اللي ناضلت عليها وهذك المسؤولين النقابيين هذك الناس همان اللي وصلهم لذلك المسؤولين لكي تصمر النقابة يجب أن تتحمل مسؤوليتها هذا واضح نحن نقابيين ونحترم النقابات ونعرف أن النقابة هي القوة الشريعية والقانونية اللي كتحاور معه هذه حلالة نقاشة فيها ونقر ونعي ونعترف على أن التنسيقيات لا يمكن أن تحل محل النقابة يكاد شي بغيت أسأل الريفاق دي أنا في النقابات انتم مهموا كل شي ولكن يجب أن تتحملوا المسؤولية التاريخية التمثيلية أكثر تمثيلية لكنت أكثر تمثيلية حلنا المشاكل دي الموقوف الموقوفات حلنا المشاكل دي الاتفاقات اللي وقعت عليها وما خسكش توقعتش اتفاق أخر حتى تقول لأخوهم باش نوقع معاكم حلوا ليما وقعتم معاكم أمس باش نحظوا بالشيء بالمصدقية دي القواعد دينا اللي والله تمهزوزها هاد المصدقية يجب أن تجرؤوا لنا ما اتفقنا عليه أمس نحن كالنقابات ولينا مضرورين يقولوا هاللوزير يقولوا هالحكومة يقولوا هالرئيس الحكومة يقولوا هالجل لجميع الأطراف اللي كتدخل في المسألة دي أنا كرجل تعليم مثلا أو كنقابي في القواعد دي النقابة صوت عن النقابة كانت يقفيها من خارط معها إلى آخره هي اللي كتحاور باسمي وأنا سبب وجود تلك النقابة عليها أن تتحمل المسؤولية التاريخية دي لها وهي اللي خسدت جاوبنا علاش كتوقع على اتفاق تعرفوا على أنه لني أجرأ وعلاش كتوقع على اتفاق كتعرف على أنه وقعت فيه البارح وما تخالش بعاية الاعتبار دي لها واش هو ضررغي بالنسبة لي أنا كا في القاعدة دي النقابة هو ضرر لك النقابة كي مثل مصداقية دي لها وانا مقول لك يضرني كثيرا أنني أنا في تنسقي رغم أنني نفي نقابة علاش النقابة كان يجب أن تحظى بالقوة الاقتراحية اللي عندها احنا معها ولكن كثرة هذه التنسقيات وهذا التشردم الحاصل في ساحة تشغيلة راه لا يخدم النقابة أصلا ولا يخدم شغيلة والمسؤولية تقع على النقابة ولا يشكوا راشد في أنه لو أن النقابة كتتحمل المسؤولية كتتحاور بالجدية كتقلب الطبلة من حينما يجب قلبها حينما تمسوا المصالح الكبرى والمشروعة بطبيعة الحال دائما كنت تكلموا عنها ديال الشغيلة واش ممكن شو واحد يمشي يفكر في التنسقيات اللي ما عنداش الكاش شي وما عنداش الطابعة وما عنداش المصداقية وما كتقلش مع الوزير لذلك فالمسؤولية الكبيرة كما أشرت تقع أيضا على كهي النقابة نحن مستعدون كتنسيق ثلاثي للي تصعيد بعد هذا البرنامج الأولي في حالة عدم استجابة للمطالب مع الأسف من نقابة برأسهم من كشفوا مرأسهم يخبروا على البالاغ يطالب ولا يتنفيد واش تنوقعوا وكتنفيد واش تفرد درسها واش انا وقعت معكم على اتفاق وعطتني تواريخ لاش ملتزمتش معايا من فور تلتزم معايا واللي أعطيني مبرير عش ملتزمتش معايا مكيش الالتزام ديالوزارة وزارة أخدينها على فكرة وبالملموس بأنها تكذب وكدل سياسات الهروب إلى الأمام من إجل المزيد من الوقت وعدم الالتزام كما عودونا مشغلات الحكومة بالحكومات السابقة بعدم تنزيل وتنفيذ وعزائلات الاتفاقات اللي كيقولوا في المحاضر والموقعات في الاتفاقات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر